نمشي للموضوع الرابع شفتوا لكلكم معناها الحقيقة مشهد مرعب ومخيف وخبر مرعب ومزلزل اللي هو اعتداء تلميذة على أستاذها وبالطريقة هذه كمعناها اللي شفتوها يعني بش نحكي الحقيقة معناها بكل أسف نقوله أنه المدرس اليوم وصحب المعرفة ولا يعلم الأجيال القادمة أصبح ضحية معناها للعنف بشكل مزري وبشكل أصبح لا يتاق لحقيقة معنا كيفاش توصل تلميذة تتجرأ تلميذة في الكوليج حسب ما يقوله تتجرأ على ضرب الأستاذ حموز في وجهه تحل وجهه معناها هذه آخر ما صدر الحقيقة هذا مخيف وهذا ما معناها نواقيس الخطر معناها تدق وإنذارات الخطر تدق لا بد من موقف حازم لا بد من وضع استراتيجية واضحة أولا معناها لتأثير العقليات قبل كل شيء سواء أن كانت عقليات الأولياء ولا عقليات الأبناء من أجل مجتمع سليم ونظيف ما يشوبوش العنف ما يشوبوش العنف هذي اللي قاعدين نشوفو فيه اللي هو غير مقبول لهنا مطالبة النخبة التونسية إنها تحكينا على الخطر سيمولتي فاكتوريال الشيء هذي وكيف كيف حتى التطرق ليه والحلول متاعه سيمولتي ديسيبلينار مش متاع معناها بش نحكيه على التربية بارك لا بش تحكي هنا على التربية بش تحكي على علم الاجتماع بش تحكي على علم النفس برشة برشة حاجات إلا يلزمها معنات سيمولتي فاكتوريال برشة حاجات إلا يزمها تكون متداخلة ولا يزم تكون الجهود فيها مشتركة لتقليص هذه الظاهرة الخطيرة إلا هي العنف خاصة ما بين التلميذ أو التلميذة وأستاذه أو أستاذها يعني لو هناك ما نستنعه في الإعلام في المنابر الإعلامية لهذا يدورها الأساسي لهذا يدورها المحوري لهذا يدورها الوطني لهذا يدورها المفصلي إنها تحكينا على الظواهر هذه ومش فقط تعمل بها البوليميك والبوزوك العنوين والبند العريضة ذاك متاع تلميذة في السابعة أساسي أو في الثامنة أساسي تعتدي على أستاذها بسلاح أبيض بش يجيبوا النامبر دوفو بش يجيبوا البوزو بش يجيبوا البوليميك لا هتعطيني شنو اللي خلى التلميذة توصل تضرب أستاذها هتعطيني شنو اللي خلى ما أنت شنو الجانب معناها الكوتيب بسيكولوجيك متاحها إلا اسمح لها أنها توصل بالطريقة هذيكة أنها توصل تعنف أستاذها بالشكل اللي اختيرها ذاك وتعتدي عليه بسلاح أبيض هذوما الأسئلة اللي يلزمهم تترح راه وهذوما اللي يلزمكم تلوجوا فيه انتما كإعلاميين وتستضيفوا فيه أهل الاختصاص جيبونا علماء الاجتماع جيبونا علماء النفس جيبونا الناس اللي وضعت السياسات التربوية جيبونا العباد هذوما خلنسمعوهم ونسمعو وجهات النظر متاحهم ونسمعو المواقف متاحهم بخصوص ظاهرة العنف إلا عملت وينت ارتفع معناها منسوبها يرتفع في المدارس وفي المؤسسات التربوية اللي كيما قلت لكم ولا شي مختر جدا إننا نشوفوه شفتوا أنتم ما ميش ظاهرة لولا هذي يراه فما ظواهر أخرى كيف كيف مريبة ومخيفة كيما ظاهرة متاع التلميذ اللي تعاني الأستاذه كيما برشة ظواهر أخرى شفناها في عديد المعاهد وعديد المؤسسات التربوية إلا غير مقبولة وغير مسموح بها بالمرة دونك أحنا لهنا هنا حاولنا ناخذ المواضيع هذه من الجوانب المسكوت عنها إعلاميا من الجوانب اللي ما تمش تترق لها في المنابر الإعلامية